قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن الجملة المأثورة باللفظ الذي جاء في سؤال السائل سترة المؤمن من سترة الإمام سترة المصلين هذا جاء حديثا نبويا ولكنه لا يصح من حيث إسناده وإن كان صحيحا متنه لأن معنى المتن مما جرى عليه عمل المسلمين الأولين ثم منتباهم بعد هذا التوضيح وهذا التهرير لهذه الجملة أدخل الآن كنسل بالإجابة فأقول إذا كان المقتدي مشبوقا بركع أو أكثر فلما سلم الإمام وقد كان هو فعلا سترة له قام هو ليتم وليقضي ما سبق به من الركعات فهنا نقول لا يجال هو آخذا ذلك الحكم الذي يعبر عنه بأن شسع ما خلفه هذا فيما يتعلق به كمختدم ولكن لكي لا يتعرض أحد للمرور بين يداه من الغافلين وخاصة كما يقع في المسجد المكي ثم في المسجد المدني فيحسن هنا معلكم السلامة وبركاته اجتهادا واستنباطا وليس نصا أن يتخذ سترة من جديد لأن تلك السترة هي حكمية وهي غير مرئية بالنسبة لمن قد يتعرضون لقطع صلاته فمن أجل أن لا يتعرض أحد لقطع صلاته لا بد من وضع واتخاذ سترة مادية مشاهدة من موسى هنا لابد من التفصيل إذا كانت السترة بعيدة عنه على النحو الذي ذكر السائل آنفا بحيث يتطلب منه العمل الكثير هنا نقول اكتفي بأن تصلي حيث أنت أما أما إذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة من قريب ولو سلك إليها بخطوات فلمأس من ذلك هذا البحث كله استنباط واجتهاد يقبل المناقشة ويقبل المخالفة لكن الذي نراه هكذا بإيجاد إذا كانت السترة بعيدة عنه تطلب منه مشا كثيرا فيصلي حيث هو وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة قريبا منه فيمشي إليها بخطوات ويصارق بين هذا وذاك أي بين هذا الذي نراه من الخطوات وتلك التي نراها من الخطوات الكثيرة هو أنه إذا رؤيا وهي يمشي قيل هذا لا يصلي فإذا كانت خطوات كثيرة يكون حكمه أنه لا يبغي أن يفعل وإذا كانت خطوات قليلة فليفعل ذلك بسبيل تحقيق تلك المصلحة هي دفع المفصلة التي قد يتعرض لها هذا المصلي هذا جوابي عن هذا السؤال الآن أعود لألفث النظر إلى مشألة تتعلق بالعقيقة طبع نعم أنا قلت أنها الخطوات الكثيرة لماذا نحن أوصينا بتجنبها لأنه عمل كهير وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في العمل الذي يبتل الصلاة فمن قائل بأن ثلاث حركات تبتل الصلاة ومن قائل بأن ذلك لا يمكن تهديده بحركات وإنما التهديد من نوعية العمل فإذا كان العمل الذي يأتي به المصلي يشهد الرائي والناظر إليه لأنه ليس في صلاة فهذا العمل هو الذي يبتل الصلاة وما دون ذلك فلا أذكر أن بعضهم ضرب مثلا طريفا وجميلا ونادر الوقوع بالنسبة لأصده لكن مقصود فيه تجلية المسألة العمل الكثير قال لو رؤيا أحد وهو يصلي ويخيط زر أو فتق في ثوم أم شباب ذلك فالذي يراه ما يقول فيه هو في صلاة ما يقول فيه في صلاة إذن هذا النوع من العمل يبطل الصلاة وأنا الآن أدري مثالا في صلم المثال السابق وهي الخطوات إذا رأينا إنسانا كان في صلاة ومسبوقا كما جاء في السؤال والجواب يمشي المشة العسكرية أنا هكذا أمثل الآن من يقول إن هذا يصلي لا أحد إذن هذا عمل يبطل صلاته ننزل قليلا من هذه السورة إلى سورة أبعد عنها يمكن أن تكون من المتشابهات يعني يمكن أن يقال عنها تبطل الصلاة ويمكن أن يقال عنها لا تبطل الصلاة يمشي هو ليس يزمشي العسكرية النظامية لكن يمشي بسرعة من له يقول إن هذا في صلاة وهكذا تتعدد الأمثلة وتتعدد الصور حينما نأتي إلى صورة من المشي يخرج عن أن يقال فيه إنه ليس في صلاة فهذا يقال لجواز هذا المشي في سبيل تحقيق تلك المصطحة التي أشرنا إليها هذا تقريبا فوضيح ما سألت عنه لكن أن يقضر في جبال شيء وهو أن المسلم يجب أن يكون ليس فقط ثقيها وهذا لابد منه بل يجب أن يكون أيبا حكيما في دعوته وفي ثقه اختداء منه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه حيث قال لعائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيه ركعتين اختداء من نبيها وفي زوجها محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيته على أساس ولبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض مش بابين عاليين كما هو اليوم باب واحد عالي لا يدخل إلى الكعبة منه إلا من لا يبيق أن يدخل فيه اليوم أقول قال عليه السلام ولجعلت له بابيني مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه تنظيم سير نعم تنظيم سير ها تنظيم سير ما شاء الله لكن الرسول ما فعل شيئا من ذلك ماذا خشية المكسلة التي قد تتسرت من وراء هذا التجديد وهذا الإصلاح نحن الآن كدعاة لاتباع السلف الصالح الذين كانوا على الكتاب والسنة نحن دعاة إصلاح فينبغي أن نجمع في دعوتنا بين العلم والأسلوب الحسن في الدعوة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن هذه توطعة لأقول إذا كان المسبوق في مسجد طلق أسماء أهله البدع والسن وقال عليه السلام داخله وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية فتقدم ومشى مشيا طويلا لكن ليس ذلك المشي الأول أو الثاني أو الثالث الذي يوهم الناس أن هذا لا يوصل لي هل يفعل أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئا من السنة ويعرفون ثلاث خطوات طبط للصلاة بلا شك هو إذا مشي ثلاث خطوات سيثور الناس عليه وسيتقع مشكلة كان هو فيهن عن إثارتها فهينئذ لا يثيرها بياد الإصلاح لصلاته اقتداء من نبيه صلى الله عليه وسلم في تركه للكعبة على بنيان الجاهلية خشد أن يقع هناك مفسده في قومه يا عائشة لولا أن قومك حديث عادم بالشركة لا هزمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إمراهيم عليه السلام اشتركوا في القيادة لا نطلق هذا الكلام لا معهل اه متفصيلات الزنبي يعني معهلش اي قيودها اذن لا نطلق هذا الكلام بالقيد السابق نعم لا يفسد السلاة موسلم له جاء نا